في اليوم التاسع للاحتجاجات خرجت مسيرات حاشدة في بيلاروسيا ضد النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية والتي فاز بها وفقاً للجنة الانتخابات المركزية أليكساندر لوكاشينكو للاطلاع على أكبر إضراب في تاريخ بيلاروسيا المستقلة أعددنا لكم التقرير التالي دخلت الشركات البيلاروسية على خط الإضرابات ومن بينها الشركات الصناعية العملاقة في الجمهورية في محاولة لتدارك الوضع طار الرئيس أليكساندر لوكاشينكو بطائرة هوليكابتر إلى مصنع ميسك للجرارات ولدى وصوله اقترب منه طابور طويل من عمال المصنع وراحوا يهتفون ارحل فكان جوابه شكراً سأجيبكم لاحقاً على هذا الطلب كما توقف العمل في مصنع بيلاز أحد أكبر الشركات المصنعة للآلات الثقيلة في العالم ولم تسمح الشرطة للمتظاهرين بزيارة مصنع بيلاز لدعم العمال فيه لم يلبوا أي من مطالبنا ولم يكترثوا لأي شيء فعلنا سنكمل إضراباتنا ومطلبنا هو استقالة رئيس الجمهورية فوراً تجمع قرابة مئة موظف من شركة بيل تيلي راديو أمام مركز التلفزيون ومعهم قاموا بالإضراب المشغلون والفنيون وتجمع عشرات المتظاهرين على الرصيف أمام المبنى حاملين الأعلام والملسقات القوة في الحقيقة وتوقف عن الكذب وأعلنت المعارضة الرئيسة لألكسندر لوكاشينكوس فيتلانا تيخانوفسكيا أعلنت عن استعدادها لتصبح زعيمة وطنية لبلاروسيا وكان هذا في رسالة فيديو وهي الآن في لتوانيا في اليوم التالي لانتخابات غادرت البلاد تحت ضغط من السلطات أنا مستعدة لتحمل المسؤولية والتصرف خلال هذه الفترة بوصف قائدة وطنية حتى يهدأ البلد ويعود إلى طبيعته حتى نطلق سراحة جميع السجناء السياسيين ونعد في أسرع وقت ممكن الأساس التشريعية لانتخابات نظيفة انتخابات حقيقية ونزيهة وشفافة يقبلها البجتمع الدولي دون قيد أو شرط في غضون ذلك لم تعترف بريطانيا بنتائج الانتخابات الرئاسية في بلاروسيا جاء ذلك من قبل وزارة خارجية ودعت إلى التحقيق في تزوير وقسوة قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين